موسيقى أهلاً بكم في حلقة جديدة من قرآنيات أهلاً بك أخي مالك أهلاً بك أخي فرحف الحقيقة أنا لازم دائماً أحييك على أن أنت تقدم قرآنيات تقدم قرآني دراسة وتحليل وهو تحت الأمة إيه فكيف لما أتي بتقولي مرحباً بالمشاهدين وما بتختلط عليك الأمور في الحقيقة يعني هي التركيز يقولوا علينا ناقصات عقل ودي لا إيه ناقصات نحن ناقصين عقل ودي طيب أخي مالك فيه آية في سورة هود بتقول إيه؟ وأقم الصلاة طرفي طرفي النهار سؤالي محتارة أنا فيها بجد طرفي النهار إيه طرفي النهار دي؟ معناها إيه؟ المفسرين قالوا عليها إيه؟ إيه هي الصلاة دي؟ طيب بصراحة يعني أقول لك أني ماكي حق تحتاري فيها لأن الآية الموجودة في سورة هود رقمي ورابطاش واقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل المفسرون بدورهم محتارون بماذا يقصد بأي صلاتين تشير إلى هذه الآية يقول المفسروني يمكن البعض قالوا أني خلينا نعرى التفاسير بنفسها رح تكون المفاجئة قال فلان وفلان هذا الكلام موجود كله في التفاسير الطبري التعدد الآراء موجودة قال الفجر وصلتها إلى الشاه يعني قال الفجر وصلتها إلى الشاه يعني الزهر والعصر بعض قالوا لا هاي إشارة إلى صلاة الزهر والعصر يعني صلاة الزهر والعصر أعتقد الباور بوينت مش من الزهر مش شغال طيب أعتقد كده أخي ملك طب ممكن نحن نقرأ ومتابع يقول يقول لنا لدينا خبر آخر قال صلاة الفجر وصلات العشي رأي سالس يقول طرفين صلاة الفجر وصلات العشي عنا هذا الرأي الرأي السابق اللي ذكرنا نحن يقول أني الفجر والعشي نعم رأي يقول الزهري والعصري والزهري والعصري نعم فإذا نحن المفسرون من البداية يعني هذا ما كان فقط حيرتك أنت كانت حيرت أيضا المفسرين يختلفون هل هي صلاة الزهري والعصر أم صلاة الفجر والعشي الطريف أني يعني هذا الرأي البعض أخر وبتجي آخر قالوا لا أني طرفان نهار الفجر والعصري البعض قالوا لا الطرفان مقصود فيها بس هذه الصلاة السلاسة طرفان المفروض اتنين مسنة صحيح ولكن ما زيك أعتبر أني طرف النهار أني طرف الأول هو الفجر والزهر والعصر الطرف الآخر الطرف الآخر أعراء من أنتشاء قالوا أني طرفي النهار هي صلاة الصبح والمغرب قالوا أني الكلام هو صلاة الصبح لأنه أعتبر الزلفة هو أمر الثالث والزلفة هو الصلاة الثالثة فإذا رأي الشيء يقول أني هذا النص القرآن يشير إلى ثلاثة صلوات الصبح الظهر والمغرب المغرب والعشاء درائتين نعم طيب السؤالي هنا صار محير إذا ناس يسكر طرفين مع الزلفة بمعنى يسكر ثلاثة نصوص أو ثلاثة مقاطع صلوات نحن يعني المسلمون يصلون حمص صلوات أين الإشارة إلى أثنين الباقيات فهذا وضع آخرين في حيرة أين يعني وين وضع فحاولوا يقدموا أجوبة مختلفة البعض قالوا ربما يقصد أحيانا المغرب والعشاء مع بعض كانوا في حيرة الخوارج اتخذوا قرار ثوري بعض الخوارج قالوا لا نحن ما منه هذا الكلام كله بكل بساطة قالوا أني نحن القرآن ما عنده غير فقط صلاتين في الحقيقة ده الخوارج نعم رأيته هذا الكلام موجود في تفسير الرازي في تفسير الرازي على الآية المسألة رأيته في بعض كتب القاضي أبي بكر البقلان أن الخوارج تمسكوا بهذه الآية في إثبات أن الواجب ليس ألا الفجر ولا الشاء فقط فجر ولا الشاء فقط بمعنى أسست هذه الآية لقول بعض الناس أني نحن لدينا فقط صلاتين مش خمسة والبعض قالوا بعض مصادر الشايق قالت نحن ملتزمين فقط بثلاث صلوات فإذا وحدة لا يوجد حتى بين المسلمين اتفاق على عدد الصلوات حالية اثنين ثلاثة أم خمسة آية آية تخلي وأقم الصلاة طرفي النهار خلت المسلمين يلفوا حوالين بعضهم اللي يقولك الصبح وبالليل والفجر والظهر وبعدين في النهاية اكتشفوا في ناس قالوا هم صلاتين بس وفي ناس تانين قالوا ثلاثة وباقية المسلمين بيقولوا خمسة طب الله يعني يسبب الناس تتورط كده يبدو أنه نحن أمام معضلين مفترض هم يقدمون عليها عنها إيجابة آه أنا بشكرك جدا يا أخي مالك أنتوا من أنه بقى فريق اتنين ولا تلاتة ولا الخمسة ولا الكسلة ياخدوهم اتنين وخلاص شكرا نشوفكم في حلقة جديدة من قرآن اشتركوا في القناة